موسيقى المورد السابع عشر بغداد تسقط والخلافة في بغداد قلعت من جذورها والخليفة وعياله ووزراؤه وقادة جيوشه وعوائلهم وجميع المسلمين وعوائلهم أسرى وسبايا بيد المغول ولا نحتاج التذكير بواقع الحال والوصف الذي وصفه به ابن الأثير وأبن كثير وقد مر علينا ومع كل تلك المآسي والمهالك والخراب والدمار والإبادات التي وقعت على الإسلام والمسلمين فإننا نجد دواعش الفكر أئمة المنهج التيمي يظهرون نفاقا اهتمامهم بالأمر من أجل تهيئة الأجواء والظروف والأفكار والنفوس لمشروع تكفير قاتل سافك للدماء تحت عنوان الطائفية الشيطاني فيختزلون القضية كلها بابن العلقمي كذبا وزورا وثم تعميم الحكم والمسؤولية على الشيعة كي يكون للدواعش المبرر والقبول الاجتماعي السني لقيادة الإجرام والإرهاب والقتل ضد الشيعة وإشغال المجتمع السني والتغرير به تحت عنوان الطائفية والمذهبية وتمرير مشروع التكفير القاتل الإرهابي في المجتمع السني دون أن يشعر به حتى الوصول إلى استحكام المشروع ثم الإنقلاب على أهل السنة أنفسهم وتصفيتهم بنفس مبررات تصفية الشيعة وهذا ما حصل فعلا والأيام التي نعيشها تشهد لهذا ولو كان لهؤلاء لأم المارقة ضمير وإنصاف وإنسانية ولو بحدها الأدنى ولو كان عندهم اهتمام لما وقع على المسلمين لتأثروا بالمواقف المخزية لأبناء العلاقم المتصارعين على السلطة والجاه والأموال الذين شغلوا المسلمين بحروب داخلية ضاعت فيها الأرواح والأموال والأخلاق فلنطلع على موقف واحد كاشف عما جرى في ذلك الزمان يذكره ابن كثير نفسه لكن أين العقل والضمير والإنصاف والإنسانية والأخلاق قال ابن كثير في نفس المصدر ونفس مورد الكلام البداية ونهاية جزء الثالث عشر ثم دخل السنة ستة وخمسين وستمائة ستة وخمسين هجري وفي هذه السنة اقتتل المصريون مع صاحب الكرك الملك المغيث أمر ابن العادل الكبير وكان في حبسه جماعة من أمراء البحرية منهم ركن الدين بيبرس البندق داري فكسرهم المصريون ونهبوا ما كان معهم من الأثقال والأموال ونهبوا ما كان معهم من الأثقال والأموال وأسروا جماعة من رؤوس الأمراء فقتلوا صبرا وعادوا إلى الكرك في أسوأ حال وأشنعه وجعلوا يفسدون في الأرض ويعيثون في البلاد فأرسل الله الناصر صاحب دمشق فبعث جيشا هذا الناصر سيأتي الكلام عن الناصر فأرسل الله الناصر صاحب دمشق فبعث جيشا ليكفهم عن ذلك فكسرهم البحرية واستنصروا فبارز إليهم الناصر بنفسه فلم يلتفتوا إليه وقطعوا أطناب خيمته التي هو فيها بإشارة ركن الدين بيبرس المذكور وجرت حروب وخطوب يطول بسطها وبالله المستعان